لشنت وزارة الداخلية في العاصمة المواقتة عدن منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية ويأتي تدشين هذه المنظومة بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني والقيادة السياسية بالذكرى السالسة والخمسين لعد الاستقلال الوطنية 30 من نوفمبر وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمة المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري حرص الوزارة على تعزيز مجال الأحوال المدنية بأحدث وأرقى النظم التكنولوجية والإلكترونية بهدف تقديم الخدمات المثلة للمواطنين مشيرا إلى أن المنظومة تم تصميمها بحرفية عالية ووفقا للمواصفات الفنية الأكثر حدثة وأمان وشمولية المعلومات وسعرض الوكيل العامري فوائد البطاقة الشخصية الذكية في جوانب أمن وتحديث المعلومات وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحساس